بصراحة يعني اليوم العملية السياسية بالعراق تعاني بشكل مستمر على اعتبار انه النظام التوافقي لن يجدي نفعا مع كل الحقومات السازقة حقومة سيد السيدالة كثيرا بيعت في شكل النظام السياسي لانها جاءت بعد مخابعة سيرة وبعد انصداد سياسي كبير وتمخذت عن تكتل سياسي متعدد الرؤوس وكانت هناك اتفاقات على مصالح خاصة على حساب المشروع الوطني وحذرنا منها سابقا كأتلاف نصر بصراحة قدنا ان هذه الاتفاقات في تحالف ادارة الدولة ممكن ان تحرج الحكومة في المستقبل القريب واليوم هذه الخلافات بصراحة ظهرت على السطح رغم ان الحكومة بدأت بخطوات قد يعتبرها البعض خطوات جيدة لتنفيذ برنامجها الحكومي ولكنها البعض بدأت تصطدم بواقع مرير يشابه الواقع السابق لكل الحكومات السابقة لا وهو التدخلات السياسية الخلافات السياسية التدخل في صناعة مركز القرار الحكومي وهذا بصراحة رح يأثر على حكومة السوداني بشكل كبير الحكومة السوداني تحتاج اولا الى سقوب زمنية وايضا تحتاج الى اموال لتنفيذ برنامجها الحكومي وهذا ما يتعلق بموضوع الموازنة الموازنة معطلة لحد هذه اللحظة بسبب الخلافات السياسية وتعرفين جناب السيدة الكريمة الموازنة تعتبر خطة الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي بدون موازنة ما ممكن الحكومة يتنفيذ مشاريع يلمسها المواطن او يلاقي عليها الرضا من خلال يعني البرنامج المطول اللي اطلقه السيد السوداني لذلك يجب ان لا نترك السيد السوداني وحيدا بمواجهة تراكمات الازمات والملفات المحقدة اللائمة بالدرجة الاساس تقع على القوة السياسية التي جاءت بالسيد السوداني هي من المفترض ان تكون دائما له ومن المفترض ان تكون دائما له ترجمة نانسي قنقر